اخر لعبة التولا هي لعبة تقليدية مرسها اجدادنا واباؤنا منذ القدام تتظلب مهارات ولياقة بدنية عالية بالاضافة للسرعة واللعب الجماعي بين عضاء الفريق سواء كان الفريق في وضعية الهجوم او الدفاع من اجل تحقيق اهداف اللعبة لعبة التولا تتكون من فريقين وحدود الملعب فيها 20 متر على 10 متر لعبة التولا تعتمد فيها دواتها على المقشاع ويكون طوله 60 سنتيمتر والتولا تكون تقريبا 20 سنتيمتر محاولة اللاعب ان يحط التولا على هذا المستوى والمقشاع ومحاولة ضربها الى ابعد مسافة ويكون كل لعب محاولتين في كل مرة تعطي لعبة التولا لاعبيها بعض الدروس التربوية المستقام من الاخلاق الاجتماعية الاصيلة والاخلاق الرياطية كالتعاون والامانة وبناء شخصية اللاعب على اساس العمل ضمن فريق واحد موسيقى والله في لعبة التولا تحتاج الى قوة بدنية وتحتاج الى تركيز لضرب التولا موسيقى يتكون كل فريق للعبة التولا من خمسة لاعبين اساسيين بالاضافة الى لاعبين في الاحتياط اما بالنسبة للملابس المخصصة للعبة فهي القميص والبنطال القصير والوزار موسيقى موسيقى تجرى قرعة لعبة التولا بوسطة الحكم ليتم تحديد الفريق الف والفريق با ثم يصطفوا لاعبوا الفريق الف في الشوط الاول عند خط البداية والفريق با في موقع مخصص في انتظار شوطه الخاص به موسيقى 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 نتكلم عن القانب التحكيمي في لعبة التولا هي عادة تتكون من اربع حكام حكام رئيسي مع حاكم حاكم مساعدين مع حاكم طاولة الحاكم رئيسي مهمة تنظيم بدل اللعبة وابتداء اللعبة من حيث اللعبين حيث يكون اللعب ممسك بالمخشاع والتولة نحاول ترميها إلى أبعد مسافة يأتي دول الحكام احتساب المسافة من مسافة وقوع التولة إلى مسافة البدا واحتساب النقاط على حسب المسافة والفريق الفائز اللي يحصل على أكبر مسافة ممكنة يقف اللاعب الأول عند بداية الخط ممسكا بالعصى الكبيرة المقشاع والعصى الصغيرة التولة بطريقة متعامدة الشكل وعند إشارة البدء من الحكم يحاول اللاعب ضربها لأبعد نقطة ممكنة في هذه اللعبة تعتمد أيضا على الدقة لأن التولة تكون من خلف اليد والمقشاع يكون أمام اليد محاولة اللاعب رفع التولة أقصى حتى يضربها بالمقشاع ونحن نحاول ندرب اللاعبين بكثرة الضرب بالقوة هي تعتمد على الدقة وتعتمد على القوة في اليد نفس الشيء ترجمة نانسي قنقر لكل لاعب محاولتان وتكون المحاولة صحيحة إذا ما تجاوزت مسافة ثلاثة أمتار عن خط البداية ولم تتجاوز حدود الملعب الجانبية ولم يقع المقشاع عن يد اللاعب بالنسبة للعقوبات هي اللعبة السهلة لا تستطيع أي احتكاك بين اللاعبين فتحكيمه وتحكيم سهل بس الحكم مهمته مراقبة عدم خروج التولى على حدود الملعب يتم احتساب النقاط من خلال عدد المحاولات الصحيحة بعد انتهاء كل عضاء الفريق من المحاولات الخاصة بهم ثم يأتي دور الفريق الآخر بنفس الطريقة اشتركوا في القناة من خمس محاولات لكل فريق ثم يتم احتساب خمس دقائق استراحة ما بين الشوطين ليأخذ الفريق الذي كان مدافعا شوطه كمهاجم والله من خلال مشاهدة بعض الشباب في الشاطئ كانوا يلعبوها وقمت احتكيت عبهم وشوي شوي مع الأصدقاء عمي دخلت معهم والعبيت قررت شوي 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 والحمد لله تحسن المستوي ونحن يصير بالعم معهم بدون اسكالية وشاركنا في بعض المهرقانات مثل المهرقان البحري الذي يقيم فيه ولاية قيات من خلال لعبة التولى والكثير من اللعب التقليدية العمانية نطل سويا على التاريخ الإنساني الجميل الذي صنعه أجدادنا نقل إلينا عبر الأجيال وسنقوم بحفظه ونقله بكل فخر وحب إلى جيالنا القادمة اشتركوا في القناة